مساء الخير أصدقائي أكو موضوع كلش مهم البارحة شفت فيديو في يعني من كثر البشاعة اللي بي يعني استغفر الله رد تتقيع يعني أكوهيش أخلاق مستحيل عم هاي مرة لأغولة انتي مرة لأغولة جاي تسمعيني انتي مستحيل تكون ينمر مستهترات انت والله ومون يجي يجون يحشون الفنانة المدرشينو عم الفنانة والله بحياتي ما بحياتي ما أقدر أوقف قدام رجال وأتجاوز عليه مو أقول له سيادة بلد يعني ما شايفة بحياتي وحدة توقف قدام منتسب ومفرز مال ما الشرطة وضابط وتقول له ضربك بالنعال زين سؤال لقد أسأل ليش؟ أنا طبعا سافر الدول العربية وسافر الدول هواية حكم عملي وشانت عدي عقود غناء وشغل والله العظم أشوفهم بعين شون يتوسلون بالشرطة اللبنانية وبالشرطة التورت وتقبرني ومدر شنو يتوسل بواقب الطابور ويرجف ويطبق النظام على آخر أصوله ويجب العراق تجن السرمب وزمانه وأنت متجين من العراق تفاكين أنا مسنودة أخابر فلان منون تخابريني؟ والله تشذب لا مسنودات ولا شيء زين؟ كلها تشذب وكلاوات وناس مستهترة وطالعة من الطريق أحب بس أوجه رسالة للقوات الأمنية البطنية وأقولهم الله يحميكم وأنتم تاج على الراس وتبقون سيادة العراق وتبقون أبطال العراق وتبقون كرامة الوطن ورفعة راس الوطن الممكننا فرحة إلا أنتم لا نستطيع أن نمارس حياتنا الطبيعة لما وجودكم الله يحميكم الله ينصركم حس بي الله ونعمله كلا على كل ظالم أعيشين عوائلكم عيشين بسكم عيشين راحتكم عيشين صحتكم يكفيها الشمس الحرة البرد الانذار الخطورة ما شنو شنو يعني الشرطة شنو والله والله العظيمان وحدا من الناس أقدس أقدس الشرطي بعد الله سبحانه وتعالى سيادة بلد هاي كرامة بلد سيادة بلد وغصبا على كل وحدة يعني قدرة وأخلاقها معفنة وغصبا على شك واحد طائفي وما يستحي وحقير البسطان مال القوات الأمنية من أصغر شرطة بي الأعلى رتبة بي هو تاج على رأسك وتاج على رأس كل واحد يصدر منك كلام بذي يقصر قوات الأمنية كافي هذا اللي يقولنا على مكلاب وجابك وهذا اللي تقول الرجل العراقي بخمسين ألف وهذا اللي تقول له أضربك بالنعالة وضع واطمالتك وصلنا مرحلة أنا ناشد الوزير الداخلية وأناشد رئيس الوزراء أنه يصدرون أشد العقوبات هاي الناس وهلو هذول مناسة هذول مجرمين هذول يزرون يسوون مشاكل هذول يزرون طائفية كافي غنتراحم بياناتنا بهاي الظروف مو كافي مو كافي مشاكل مو كافي الشرطة اللي بي مكافي بس ما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل والله حسبي الله ونعم الوكيل على شق واحد نقس ونفسي تنقسه روحوا احترموا الشرطة اللي بلبنان وبتركيا وما احترمات للدول العربية احنا غير شي احنا احنا مو بشر لا كن شئدنا بالعكس